قال وزير الخارجي الروسي سيرجي لفروف أنه سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل حول مقترحات بشأن جهود جماعية لحل أزمة الشرق الأوسط وأضاف لفروف إلى أن الحل يتعين أن يشمل محادثات مباشرة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين بما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية كما طلب لفروف الولايات المتحدة بوقف ضربتها على الحوثيين في اليمن وذلك للمساعدة في إيجاد حل دبلوماسي يضع حدا للتوتر المرتبط بالهجمات على السفن التجارية